السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد نقل الجيش المغربي الطائرات الثلاث إلى إحدى قواعده في الصحراء المغربية لتلتحق بنظيرتها التي كان قد توصل بدفعة منها في وقت سابق من خصائص هذه الدرون قدرتها على التحليق بحمولة تناهز الـ 500 كيلو جرام من الأسلحة وأجهزة الاستشعار كما تستطيع الدرون المجهزة للاتصال بالأقمار الاصطناعية حمل 12 قنبلة أو صاروخا موجها بالليزر والطيران مدة 20 ساعة متواصلة بسرعة 370 كيلو متر في الساعة ويمكن التحكم في هذه النسخة الثانية التي عرضها الجيش الصيني في 2015 على هامش معرض الطيران في بيكين في نطاق تشغيل في حدود 1500 كيلو متر